السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 على سيدة محمد وعلى أصحاب الغر المايمين ازايكم يا سنة 3 عدادة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى هيرجع مع بعض ليلة الامتحان عشان امتحانكم بكرة ان شاء الله ده للعام انا هكمل بعد كده المنهج عشان الازهر لان الازهر متأخر عنكم في الامتحانات انتوا ستة اللي هي الشهادات يعني هما لسه مامتحانوش متأخرين فهنراجع النهاردة بقى الفاينر فيجين بتاعتنا وان شاء الله الناس اللي هتتابع معايا للازهر الشريف بإذن الله هنكمل من الكتاب التاني اللي هو تيتشر الجنيزر وبرضو فيه فاينر فيجين اللي هو لو حد منكم معايا المراجع النهائية يتابع معايا تمام تعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا انبارح الحمد لله راجعنا على كل الجرامر اللي موجودة عندنا في المنهج النهاردة نحل سؤال مهم جدا وكلكم بتتلغبطوا فيما مش بتحبوه أصلا بالنسبة لكم بيبقى عقدة كده وهو سؤال المحادسة سؤال محادسة مهم جدا وسهل وبسيط لان عليه خمس درجات بس انت ركز بس شوية وافهم هو عايز منك السؤال ولا إجابة وكده تعالوا نشوف مع بعد أول محادسة كده على يونت سيفن طبعا كل وحدة يولاد هناخد عليها محادسة فأول محادسة معانا على الوحدة السبعة مكتوب إيه بقى عندك طبعا خمس نقط المطلوبين منك طبعا انت ما تكتبش كلمة واحدة احنا مش فيه لعداده هنا عشان نكتب كلمة واحدة لا ده احنا عايزين نعمل يعني إجابة كاملة سؤال كامل فهنا طبعا أول حاجة في المحادسة لازم تقرس سؤال السطر بالاسود ده عشان ده فيه مفتاح الحل كل المحادسة هنا بيقولك أحمد وأيمان بيتكلموا عن البيئات الطبيعية قال له هلو أيمان قال له بتعمل ايه قال له هاي أحمد قال له زيك يا أحمد طيب يبقى هو هنا قال له انت بتعمل ايه يبقى هو هنا مثلا بيقرأ عن البيئات الطبيعية تعالوا نشوف مش هنحل دلوقت لازم أعراه كلها سألوا سؤال قال له بيقوله الكتابة عن الحيوانات اللي موجودة في الغابات يبقى السؤال هيبقى سهل الكتاب ده عن ايه طيب يبقى هو هنا كان بيقرأ كتاب تجيب كده بالعربي عشان تعرف تترجم سألوا سؤال تاني قال له قال له انسان الغاب اللي هو نوع النوع الأرود ده حيوان مفضل قال له وايه هي المشكلة اللي بتأثر على الغابات بطريقة سيئة مش عارفين قال له ما تصدق ديفورستيشن مين قال له معنى ايه هال ديفورستيشن اللي هو قطع الغابات معنى ايه يبقى المشكلة اللي بتقابلهم هي قطع الغابات بس حلناها بالعربي تعال انا مش واحدة واحدة ونترجم هنا قال له انت بتعمل ايه قال له ده الكتاب مش عارف عن الحيوانات هو بيقرأ لأيه الكتاب يبقى هيقول له I am ويقرأ يعني read بس قد قلت I am يبقى لازم تحط I in g I am reading ابوك قال له يا عم انا بقرأ ايه كتاب قال له بقى سأله السؤال قال له الكتاب ده عن كذا يبقى لما تلاقي كلمة is about يبقى السؤال هيبقى what is it about قال له عن ايه عايز تحشئت وتكتب ذعبك عادي قال له كتاب ده عن ايه قال له عن الحيوانات في لغبات الممطرة بعد كذا سأله السؤال قال له ده حيوانة مفضلة لما نلاقي كلمة my favorite يبقى what's your favorite على طول what's your favorite اول ما تلاقي كلمة favorite بقى تروح تكتب what's your favorite واللي بعد favorite تكتبه تاني هنا هيبقى reinfirst animal يبقى ايه هو حيوانك الايه المفضلة لانا هعمل سهم كده وفي الاخرى عمد استفهم عشان هنا المخير مش هيكفي فهنقول له what's your favorite reinfirst animal قالوا هنا بقى يقول له بقى ما يعني ايه ستجيب المعنى بتاعها تمام ادي اول محقصة حليناها مهمة جدا وممكن تجليك في المتحان بكرة طيب بعد كده بقى الواحدة التمنى بيقول نادين قبلت صاحبتها اميرا بعد متحانل ايه الانجليش قلت لها لو اميرا قلت لها ازاك يا اميرا متحانل الانجليش اتاعك كان ايه قلت لها it was perfect كان رائع in fact it was easy قلت لها في الحقيقة ده كان سهل بعدين سألتها سؤال قلت لها i don't do well قلت لها انا ما حلتش كويس يبقى هتقول لها ايه ماذا عنك كلمة ماذا عنك يعني ايه what about you اللي هي بالعربي يعني وانتي طيب يبقى اسمها ايه what about you تمام قالت لها ما حلتش كويس سألتها سؤال فقالت because يبقى على طوله متلاقي because اسأل boy قلت لها because that is it was really easy but قلت لها لان اللي متحانل كان سهل بس بس ايه مش عارفين سألتها سؤال قلت لها i didn't get ready because my mom was sick قلت لها انا ما استعدتش يعني اللي متحانة عشان موما كانت تعبانة طيب and how is your mom وممتك اخبرها ايه دلوقتي مش عارفين قلت لها anyway you can do well in the next exam قلت لها على ايه حل يعني انتم ممكنت حل كويس في المتحانات اللي جاية سهلا القطعة دي جدا هنا قلت لها why ايه اه هتقول لها why didn't you do well ليه محلتيش كويس قلت لها عشان اللي متحان كان سهل بس هتقول لها انا ما استعدتش للمتحان تمام اهو i didn't get ready but i او مش عايز تكتب كلمة get ready ممكن تقول ما راجعتش مثلا كويس ما ذاكرتش كويس يبقى i didn't مثلا rise well قلت لها ما راجعتش كويس هنا قلت لها i didn't get ready because my mommy يبقى هتقول لها why او لو عايز تحوش revise well وتحط didn't get ready عندين فيش مشكلة لدينا صح هنا بقى هتقول لها ليه مستعدتيش يعني why didn't you get ready قلت لها ليه مما كانت تعبانات لا طب كيف حان ولدتك الان فهتقول لها she is better او fine now بس لها مش عارف better اكتب fine تمام بس سهلة جدا طيب تعالوا نشوف بقى محصنة الواحدة رقم 9 بيقول لي هنا ايه ايمن عند اشرف are talking about renewable energy بيتكلموا عن الطاقة المتجددة hi اشرف what are you reading قالوا بتقرأ ايه قالوا هلو ايمن فمش عارفي قالوا سأله سؤال it's about renewable energy قالوا ده عن الطاقة المتجددة سأله سؤال قالوا in my opinion في رأيي it's our hope in the nature قالوا في رأيي هي املنا في المستقبل قالوا what are the forms of renewable energy طب ايه اشكال الطاقة المتجددة دي فهيرد عليه قالوا what do you think of solar energy projects in Egypt قالوا ايه رأيك او ماذا تعتقد عن المشاريع الطاقة الشمسية في مصر هنشوف يبقى والحاجة هنا مثلا هو بيقرى مثلا مقار بيقرى كتاب اللي انت عايزه هيقول له I am reading مثلا an article تمام انا اقرأ ايه مقول سأله قال له it's about renewable energy انا لسا ايه له it's about d تقوله على طول what is it about يعني هو بيتكلم عن ايه قال له عن الطاقة المتجددة فهنا بقى هيقول له في رأيي بقى هيقول له ايه مثلا what do you think مثلا اهو what ماذا تعتقد what do you think of لو عايز تكتب renewable energy تاني هنا اكتبها لما مش عايز اكتب it وخلاص ايه رأيك فيها فقال له دي اعملنا في المستقبل قال له ايه يا اشكال الطاقة المتجددة طبعا عندنا اتنين او تلاتة اكتب انت اتنين الwind والسولر هيقول له ايه ويند سولر ويند انرجي او فورميس اوف ات وخلاص بدلا ما نكتب renewable energy تاني do you think of قال له ايه رأيك فيه الطاقة الشمسية في مصر فهيقول له ايه مثلا it helps us in our homes اكتب لها اي وظيفة او ممكن تقول له it's very good حلوة جدا او مثلا it's sustainable حاجة متجددة مش مستدامة مش بتنتهي تمام كل ده صح طيب الواحدة رقم 10 بقى جايب المتحان ده بكرا ان شاء الله للمحادسة قصدي بكرا ان شاء الله هحل معكم الامتحان باذن الله انا موصية الاولاد يجبولي ورقة الامتحان عشان حلها معكم عشان لو في حدها هياخر محافظتها تأخر عن محافظتنا فايه يشوف شكل الامتحان عامل ازاي او جاي ازاي تعال بقى نحل هنا على الواحدة رقم 10 بيقول نورا and hala are talking about dr. فاروق الباز نورا وهالا بتكرموا عنده dr. مين فاروق الباز good evening hala how are things يعني how are things دي اقرب بص الكاميرا شوية يعني كيف حالك هيا هي how are you فهتقولها good evening nora هتقولها i'm fine انا ايه بخير قد لها have you heard about dr. فاروق الباز قد لها سمعت عن dr. فاروق الباز فهتقول لها مثلا ايه yes ان هو مشهور هتقولها yes i have تمام سألتها سؤالها قد لها i heard that he helped the astronauts a lot using satellites قد لها انا سمعت ان هو بيستعد رواد الفضاء في استخدام الكثير من الايه الاكمار الصناعية يبقى تقولها ايه اللي انت سمعت ايه هتقولها what did he help egypt هل هو ساعد مصر اتلاها او دي ساعد مصر كتير جدا اتلاها how did he help egypt ازاي ساعد مصر مش عارفين اتلاها that's because water in the western desert is really useful قد لها ده عشان المية اللي في الصحراء الغربية مفيدة جدا يبقى هنقول ان هو اكتشف مثلا اا بتاع ده المية اللي موجودة في الصحراء ممكن نقول له ان هو وجد هي find this water in the desert تمام او هو مسلا عمل الاختراع ان هو وجد ماية اي حاجة المهم ان هي هتكون قريبة من الكلام اللي هنتكلم عنه طيب رقم 11 بقى بيقول هنا ايه احمد عند حسن or talking about their future jobs بيتكلم عن وظاف المستقبل بيقول هاي حسن can i ask you some questions او ما تلاقي السؤال ده اكتب yes sure على طول تمام يعني بالتأكيد او of course او yes you can الاتنين كل ده صح تمام سألوا سألوا قال له yes i like medias وما تشألوا اه ده انا بحب الميديا جدا اللي هو الاعلام فهيقول له ايه do you like media ونحط علم ده استفهام سألوا سؤال تاني قال له i like is a job of new news reader so much قال له انا بحب وظيفة اللي هو الشخص اللي بيعرا الاخبار ده جدا يبقى هيقول له ايه الوظيفة اللي انت بتحبها what what job do you like much مش عايز تكتب much براحتك تمام ايه الوظيفة اللي بتحبها جدا بعد بس الكاميرا شوية عشان تشوفوا السطر كله هنا بقى بيقول ايه what skills needed for this job ايه الوظيفة اللي عايزة ايه المهارات اللي عايزة في الوظيفة دي فهيقول له كذا what about your favorite job future job قال له طب وين توظفتك المستبرئي قال له great the photographer is a great job قال له المصور ده وظيفة عظيمة طيب هنا ايه ال skills اللي عايزينها هنا مثلا هنقول to be good at مثلا writing الاراية 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 والكتابة تمام ده المهارات اللي بيبقى عايزينها في البتاع ده الميديا طيب الوظيفة بقى صاحبه قال له ده الوظيفة عظيمة ثم يبقى هايقول له I like to be a وبعد فوتوغرافر تمام بس كده خلصه طيب اخر محادسة معنا هنا بيقول ايه اميرا عند نوها are talking about life in the future اميرا عند نوها بتكلموا عن الحاف المستبه good morning نوها I watched a great program on tv yesterday good morning فقالت لها ام صباح الخير يانوها ده انا ام شاهدت برنامج جميل جدا في تلفزيون مبارح فهتقول لها صباح الخير هتسألها بقى ايه هو قلت لها it was about it was about هي هي it's about هيبقى هتقول لها what والفعل المساعد was والمرة اللي فاتت كان is خلي بالك what was it about كان عن ايه قلت لها كان عن الحياة زي هتكون في المستقبل سألتها سؤال yes it talked about robots ايوه ده اتكلم عن الروبوتس اللي هو الانسان الالي يبقى هتقول لها هنسأل بايه انا عند ال ايدي يبقى على طول اسأل ب dead يبقى dead where it تطلع تاني did it talk من غير talked did it talk about about وتكمل الباقين وهنا الروبوتس تمام هل كان بتكلم عن الانسان قالي قلت له what do you think روبوتس can do in the future ايه اللي ممكن تعملوا الروبوتس في المستقبل فردت على هذي they also talked about their rules in hospital بتقول كمان تكلموا عن دورهم في المستشفيات يبقى ممكن نقول انها ممكن تساعدنا في البيت يبقى هتقول will it will help us in our houses هتساعدنا في المنازل كمان هتساعد في المستشفيات فهنا مش عارف هي عملت لها علامة تعجب يبقى تقول لها great عظيم oh wow how can they help patients ازاي هيساعد المرضى راحت هنا ردت عليها فقيت لها i think life will be is there in the future اتلاها عدك دين الحياة هتبقى سهل في المستقبل طيب نرد احنا بقى على السؤال دا قلت لها how can they help patients ازاي هيساعدوا المرضى اكتب اي حاجة ليها علاقة بالموضوع يعني مثلا الربطس دول ممكن يعملوا ايه للمرضى ممكن مثلا يقصوا لهم درجة الحرارة ممكن ينظفوا لهم الغرف ممكن يقدموا لهم الطعام ممكن يدونهم الدواء تمام فكل دي حاجات ممكن يعملوها فممكن نقول لها it will check check there temperature هكتبها لك هنا تمام تيصلهم مثلا درجة الحرارة مش عارف تكتب temperature هنقول لها it will اي حاجة تبقى مقبولة بس دا منطقية تمام كده بعد كده بقى نيجي للصفحات اللي بعد كده بعد الكاميرا عشان تبقى شايف معي هنا بقى على الكلمات والكلمات احنا حللنا عليها كتير جدا نيجي بقى للجزئية بتاع الجرامر وحنا حللناها مع بعض مبارك شرحنا الحمدلله الجرامر كله ما سبناش حاجة فيه هنا برضو الجزئية دي على الكلمات وهنا على الجرامر صحب نحل على الكلمات بقى هنا عشان ما نبقاش سبنا حاجة بعد كده بقى هعلمك ازاي تحل الامتحان هنا على اليونت سبن بيقولوا مين ذا زاد زرار فيوار تريزين رينفورستس بيقول هيبقى فيه شجر قليل في الغابات الممترى يبقى ايه دي فورستيشن اللي هو قطع الغابات زرار مور زان سيفن ساوزين ديفرنت نوات انيمالز انزورلت ستش ازا ارانجتن الحيوانات اللي بيبقى عنددها قليل كده تبقى ايه اندينجرد يعني معرضة للخطر او معرضة للانكراد زبادس اوف المانجوس الضهر بتاعهم مغطى بالايه طبعا بالفير المانجوس المانجوس مهمة جدا جدا وتقررت معانا كتير وهي كلمت الفصائل تمام هنا بقى السولار اينا والويند هايبقى ايه طبعا الرينوبل انرجي طاقة متجددة هنعمل ايه نتجنب قطع الاشجار تبقى ربش بيقول للزبالة اللي مش بنعمل لها قعدة تدوير بنحطها ايه خلي بالك منها عشان مهمة اللي هو موقع مكبات النفايات ايجبت ايجلي مشان عندي كمرة صن يبقى خطر على طول السولار انرجي مهمة لا نستخدم تقشمسية لان اتستخدم طقة شمسية او نطلئ كلمة تقشمسة ليس لك دي الفصائر الواحدة التسعة بيقول يبقى ريموت كنترول كلنا عارفينها ومتكررة كتير جدا معي الكلمة دي يبقى الإير كونديشنين اللي هو المكيف التكييف بيقول الفنجان ده معمول من نبات طويل ما اخدناش غير البامبو هو اكتر حاجة عندنا بيقول لي احنا مش هنفضل مستمرين في استخدام البترول لان البترول مش مستدام يبقى الإجابة احنا كلنا حلينها صحي يبقى الإجابة دي كانت ايه سيمبل بسيطة هنا بقى بيقول لي قلوته في ساتيلايتس نوات the earth الساتيلايتس دي بتعمل ايه حوالين الارض يبقى اربط بالدور الساتيلايتس نواتو ارسيفر اون ايرس يبقى بترسل ايه سند السيجنال بترسل إشارات او إشارة في المجموع الشمسي في ثمان كواكب الشخص اللي بيسفر عبر الفضاء بنسمي ايه آسترونات تمام كده خمسة بيقول لي عبارة عن صخرة بتدور في الفضاء هتبقى طبعا الايه الركت لا ركت ايه المفروض ان هي تبقى planet اه سواني ياولاد ده flies بيقع على الارض مش بيطر حولين الارض يبقى ايه السخرة الوحيدة اللي بتوصل للارض بتدور في الفضاء هي الكومت تمام اللي هو المزنب تمام كده طيب بيقول لك هايغيروا المصورة دي بواحدة جديدة يبقى replace تمام يبقى stuck يعني محشورة في الطريق طيب هنا بقى بيقول خلي بيلك متقرار كتر جدا معانا اول من لايك كلمة نيوز اخبار يبقى الجورناليست الصحفي احمد loves taking photographs so he wants to be a هتبقى طبعا فوتوغرافر تمام سهلا اهي نفس الكلمة خدها بالشبه لو انت مش عارف we can't play football because the ball has بيقول لي مش هنقدر نلعب لان الكرة فيها ايه burst تمام كده طيب ملك would like to help people or help to not the environment she is going to work as a volunteer يبقى تعمل ايه للبيئة يبقى protect هتحميها many young people take a note in a business to learn about the job بيقول لي اغلب الناس بيبقى في ايه قبل ما تحصل على الوظيفة في انترنتشب اللي هو فترة تدريب طيب رقم ثلاثة don't throw the bottle away you can not it اه مترميش البتاع دي انت ممكن ايه reuse لو ما عنديش reuse هتبقى recycle والعكس not up means to start a business قولنا كلمة setup معناها ينشئ تمام او يبدأ the space between two things is called the not between them بيقول لي المسافة ما بين حكتم بنسميها الايه طبعا distance المسافة تمام كده اولاد كده حلينا على الكلمات والمحاجسة والقطعة والgrammar كل ده حلنا الحمد لله بعد كده بقى عندك امتحانات بقى عندك الكاميرا كده اهو في هنا اجزاء بقى للمتحانات الامتحانات دي بقى عايزاك تعمل ايه فيها بصوا الجزء ده بتاع الاكمل ده معتمد على حفظ الكلمات لو انت مش حفظ الكلمات مش تعرف تحله تمام كل ده حفظ كلمات يعني السؤال ده على الكلمات والاختار برضو ثلاثة منهم على الكلمات وثلاثة على الجرامر فانت لازم تكون حافظ كلمات المحاجسة حلنا عليها والقطعة برضو حلنا عليها كتير والاختار والري رايت برضو حلنا عليهم كتير عايزاك لو معك ويك زناف هتعمل ايه تمسك جزئية الامتحانات دي وتحل الاختيارات والري رايت تمام تبدأ تحلي فيهم لان هتلاقي الاسئلة متكررة كتير معاك وهتعرف تحل عشان تبدي ثقة نفسك كده بعد كده تروح بقى ايه تشتغل على القطعة تمام القطعة سهلة جدا وبسيطة اي نعم بيبقى فيها كم سؤال كده لافف بس لو ركزت هتحلها المحاجسة حلناها مع بعض كتير وسؤال هيبقى بس قدامك سؤال الاكمل وده معتمنة على الكلمات وان شاء الله ان شاء الله هتعرف تحل وهم اربع نقط بس بعد كده بقى البراجرافات دي يا ولاد مش معايا الكتاب بس اهم البراجرافات اللي هتجيلكم هتكون عن هحاولها هجيب الكتاب وعملكم عليهم دوائر كده عشان تبقى عارفينهم خلاص انا هقفل فيديو دلوقتي وان شاء الله هنزلكم فيديو تاني وراها كده ممكن اخلي شورتس صغير يعني كده وتبقى عارف ايه البراجرافات اللي ممكن تجيلك تمام طبعا الرفيو الشورت ستوري مثلا البيوجرافي كل الحاجات دي انت بتكتبها زي البراجراف بالزبط مفيش فيهم حاجة مختلفة خالص انت بتبدأ تكتب زي ما بتكتب باريجراف ماشي هو اللي عندك ريفيو يعني المقارنة دي بتقول مهما يزاته اللي عبد على مثلا الحاجة دي الشورت ستوري القصة القصيرة بتقول القصة بقى انت اريتها مثلا لهو قالك عن كذا او بيوجرافي سيرة ذاتية مثلا عن دكتور مجدي يعقوب عن دكتور فاروق الباز اي حد من الناس المشهورة دي برضو بتكتب بنفس طريقة البراجراف انت ما بتعملش حاجة مختلفة تمام اول سطر بتسيم مسافة كلمة وبعد كده بتكمل الباقي عادي جدا تمام بس كده خلص الفيديو بتاعنا يا رب المراجعة تكونوا استفدتم منها ولو عايز اي حاجة اكتبوه في الكومنتات وانا معاكم ان شاء الله لحد الفجر كده ان شاء الله لو اي حد عايز اي حاجة اكتبوه في الكومنتات وانا برد على الكومنتات على طول بالنجاح والتوفيق وان شاء الله هرجع معاكم بكرة الامتحان باذن الرحمن عشان اشوف انتو حلته نفس الحل اللي انا حلته كده ولا ايه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش عارفة يعني لو عند وقت تختبع معكم فول السلام بإذن الرحمن بالنجاح والتوفيق وكل السلام أنتم طيبين وأشوفكم بقى على خير في الفيديوهات التانية بإذن الرحمن وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته